برج الجوزاء. اه خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقعات. خلينا نشوف اول شيء الطاقة تبعتكم كيف حتكون طوال هاي اه الفترة. اه ها. اه شوف يا برج الجوزاء. عم بتكون في قدامك اه في في شخص يمكن عم بيخوفك خاصة يمكن في العمل في العاطفة من الاصدقاء. اه عم بيخوفك او عم بيكون متسلط او كلامه جارح او من هاي النوعية. اه فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر كل الشهر عم بتركز على هذا الموضوع. انك تحجم هذا الشخص. انك عم بتفكر كل حدود. انك اه عم بتفكر كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص لانه شخص متل شخص اه غريب الاطوار اه بيحب لك الشر ما بيحبك اه عم بتفكر طول الفترة او عم بتكون مش خايف يعني عم بتكون اه اه بدك تتخلص من هذا الشخص وفعلا رح تتخلص منه. او عالاقل من الخوف والمشاكل اللي عم بيسبب لك اياها. خلينا نشوف ازا بشكل عام توفعات الزوزاء. اه زي ما قلت لك. في كار ما عندك. هذا الشخص اللي ظلمت راح اه تظهر عليه النتيجة وراح ياخد جزاؤه هذا الشهر. هاي الفترة اللي انا قلت عنها. راح يصير في. اه خلي اوه على فكرة وراك كتير للجوزاء الحمد لله. واخيرا. اهو. خلينا اقول الطاقات قبل ما انصت. طاقات حبايبي عم بتكون اه ميزان. ممكن فيه الجوزاء اللي هو انت وممكن شخص تاني كمان عم بتتعامل معه جوزاء. اه عم بتكون. اكتر من مرة مر معاي الميزان. ترابية. كمان. كتير ترابية شوي. اه فيه مائية. فيه هوائية. هدول اكتر شي يعني اه بيانوا. ازان قلنا في كار ما عندك هذا هاي الفترة وراح تاخد اه حقك من هذا الشخص اللي اه ظلمك. اه مبين فيه ناس عندهم اه سفر. انا عم بحكي بشكل عام يمكن اه وانتو تتبستروها زي ما انتو ظروفهم بيعني انتو اعرف الموضوع. وقراءة عامة ما بتنطبق على الكل. ازا حكيت عن موضيع عاطفية ممكن تكون عكسية. انتو تعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة للسفر ممكن جدا انه درج الجوزاء هاي الفترة اه يسافر. هي عنده سفر ولكن اه مع اشخاص مش وحيد. اه على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. اه فيه رجوع من شخص في اه او شخص جديد حتى. ولكن اللي مبين اكثر انه فيه شخص قديم على فكرة كمان فيه فرصة اه حمل قوية جدا للجوزائيين. اه ان كانوا نساء او للرجال الجوزائيين نساءهم. اه فيه عندهم اه قفل ممكن يكون اه فيه فيه يعني اه اكتر من اه خلينا نقول اكتر من فرصة. فيه فرصة حمل وفيه فرصة اه خلينا نقول معنى تاني للكرد انه ولادة مشروع جديد. شي اكسترا انت عم تشتغله عن الشغل او بهذا الموضوع. وممكن يكون اه بالنسبة للرجال الجوزائيين. ممكن تكون هاي عبارة عن اه انثى متكاملة. اه عم تظهر في حياتهم وعم بتأثر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والهنفصلين. اه عم بشوف فيه تناثلات كتير من الحبيب. فيه عرض وممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع. عم بشوفهم. اه رغم الاختلافات الكبيرة بناتهم. فيه مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين ولكن اه عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب فيه حب حقيقي اه بناتهم هاي العلاقة عم تتتوج عم تتطور يعني من هذا النوع عم بشير فيه توازن. من بعد من ظلمت فيه ميزان. فيه اكتر من ميزان فيه عندك ثلاثة. فيه عندك ثلاثة ورق فيهم قارمة. فيه اه مية بالمية رح يوصل لك اكل حديث عندك وممكن يكون اه في العمل ممكن يكون في العاطفة بس انا شايف بالعاطفة خاصة اه رح يركز برج الزوجاء على العاطفة لانه فيه سعادة عاطفية كبيرة جدا. اه ممكن تكون كمان اه زواجا. شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في اه زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين اه او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد اه ومشغول بشغله وباموره. اه عم بشوف اه كتير اه فيه فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفتها احلى من الاول حتى بكتير. في اه معدة في ترقية بالعمل اه في رح تاخد حقك ازا كان اللي عميتي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مشكلة ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة. هذا الحدث اه رح يعطي كل واحد على حسب نيته خلينا نقول. ازا انت كنت اه انا ما بعتقد انه الجوزاء بيظلم. اه ازا انت كنت اه ظالم حدا رح تاخد جزائك او العكس صحيح. فانا ما بق يعني ما مش عارفة ازا التوزاء ممكن يعمل هيك شي بس انا اللي بعرفه لا. اه شايفة انه الشخص اللي بتحبه او اه شريكك اه عم بيرقبك كتير عم بفكر فيك طول الوقت اه عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل اه شغلة كبيرة او شغلة زعلتك اه بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف اه قد مكان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا معنوياتك عم بشوفك طاير لفوق يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه تنصبف مع اه اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطفة. كاز كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع اه احلى من الاول زي ما قلنا. اه شايتك عم تتشرط اه عم بتحط شروطك عم تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. اه شايتك برج الجوزاء عم تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك اه او هاي هاي قراءة ممكن هاي التعاطسية ممكن تكون عكسية ايضا. اه انت او الشريك اه عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريك ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على الخير شايتك فيه في تطور للهاندمان اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة الامور اللي كانت اه كتير. اه خلينا نقول اه جاندة كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية فيه فيه حركة وفيه اكشلز كتير. هاي الفترة شايفة انه الشريك كتير مقبل اه عليك ورح يعني يقدم اه شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي اه اه عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس اه عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول تكبير الرأس. اه عم بشوف من بعد ما كنت اه انت في عندك غيوم في عندك اه اكاذيب عن الحبيب يمكن اه مناوشات اه مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جدا لورق الزوزاء يعني يمكن يكون من اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني يبين عندي تقريبا. اه مبين انه فيه كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك. خاصة ازا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر اه حميمية اكتر اه قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للزوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا زوزاء. شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شي. اه. في عندك اه انتصار كبير. اه شايفيته اكتر من ناحية عاطفية. اه او حتى من ناحية عمل. فيه مشروع كان جامد فيه مشروع كان اه يعني مكتوب له الفشل او كزا. شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت اه على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص. فشايفي فيه شجرة عيلة فيه تطور للعلاقة في اه ولاد في زواج في يعني فيه فيه شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتوا بتزوجين طبعا. طيب لو فيه تحزيرات او بسائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هذا الورق الورق. لبرج الجوزاء شو عم بيكون? اه. هون طلع مقلوب اه عم بيقول لك انه شوي روحانياتك ممكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي اه عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير يعني تحزير يمكن انه لأ ما تعمل هيك. اه الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد اه صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اه. اكتر اشي هيك بسهمه انا هذا الكرد. هذا الكرد انا كتير بحبهم. زي ما بيعطونا اشياء ايجابية. دائما يعني بس بقى الاغلط. بيقول لك اتمنى. بيقول لك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة اه وتخيله فرح يصير. وكأنه عم بحكي لك في قومني رح تتحقق هاي الفترة. فا اه اطلب وتمنى زي ما بقول لك. فكرت جدا جميل. يعني بيكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. شوف كمان نصائح. من الان تقول لك. بقول لك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش مطور هاي الشغلي. انت ما عم تتعاطى مع الطفل الكامل اللي داخلك. اه زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من اه من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بقول لك انت بالاساس شخص روحاني. وبالاساس ممكن تكون معلم. اه حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. اه ولكن بيقول لك نمي هاي هاي الموضوع. ما تخلي اه يعني ضعيف داخلك. نميه لانه الو مستقبل معك. اه بيقول لك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها. الزعل والنكاد والا كزا. بيقول لك اه هاي الفترة كتير رح تكون حلوة. ارجع طفل. ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان. اه عاشها بالفترات الماضية. اه صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. فبيقول لك لا. رجع حالك لاجوزاء الاديم. لا انت اه شخصك الاديم. لا اه شخصيتك الاديمة هي الصح. فبيقول لك ما تتغير ما تخليك كفل من جواتك. انت اساسا مكفل. اه فبس عن بيقول لك. انه ترجع تستمتع بالامور اللي اه وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. تحب حالك اكتر. اه بيقول لك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة. فكون اه متنبه جدا للرسالات الكونية. لكل شي حواليك. للحاسسات اللي داخلك. في كتير امور رح تظهر قدامك. اه كنت انت منخدع فيها يمكن. كنت انت اه موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر اه قدامك. ويكون موضوع لمصلحتك. لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جاي فك اه من حولك. فحبا ايدي قورة الزوزاء بسوفكم بالنسبة.